اشتركوا في القناة انت المهم خذ المبلغ صفقات جيدة ورابحة موافقا بالتأكيد ما دام فيها مبلغا كهذا فلا بأس جيد حولي للمبلغ الآن انت متسريع حقا حولي الآن وإلا سأكانسل حاضر ولماذا هذه الضحكة؟ لا شيء جاهزي نفسك ثلاثة اثنان واحد انتظر لم اضع المكيجة بعد بدأنا السلام عليكم ايها دارتونيون في الحلقة جديدة مع اروع ضيف في الكون استاذة شريرة لا حدا يحبها ماذا؟ حلقة بمساعدة الدارتونيون علي اختيار افضل واقوى واحرج الاسئلة اي شيء الى الاحراج يا داركو؟ بعدما اخذت الاسئلة التي اقترحها علي المتابعون في المنتدى انا جاهز الان لان اسألها اياها وعليها اجابة عنها مهما كلف الامر ومن قبل قمنا بعمل فيديو عن بعض المعلومات عن الاستاذة شريرة لذلك نناذكر بعض الاسئلة في هذا المقطع لاننا قمنا بالاجابة عليها في مقطع المعلومات كانت معلومات كذبة لا تصدقوه اخراسي واليوم هذه حلقة جديدة ممتعة اضغطوا اللايك لنحطي مرأس الاستاذة معنا ماذا؟ اشترك معنا حتى نصل للمليون في اقرب وقت ان شاء الله هل ابدو لك عنيقة يا داركو؟ من اليوم الاول الذي عرفتك فيه لم تغيري ملابسك وتقولين لي انا عنيقة السؤال الاول لماذا اصبحت الاستاذة شريرة؟ لان الشرية تدفق في داخلي ماذا؟ لست شريرة ابدا انا طيبة وحنون واحب الجميع ولا احد يحبك داركو ماذا تفهمني عن الاسئلة؟ سؤال عادي هذا لا تقلقي والقادم اسوأ السؤال الثاني هل تحبين شخصا اخر غير زوجك؟ كنت اكيد لا احب الا زوجي العزيز اكيد لان لا احد يقبل بك غيره ماذا؟ تبا انت زوجتي واميرتي وحلوتي و اوه زوجي العزيز انت هنا مرحبا انني احبها يا جماعة بل تخاف منها ماذا؟ انت هو الكانيش الخاص بها كانيش؟ ولديك الريش تبا لكم ما؟ السؤال الثالث كم عمرك؟ اه عمري خبس وعشرون سنة اوه نازلت شابة يا طلبة الاحباء يا لكي بكاذبة كاذبة؟ وكم سيكون عمري؟ الاف السنين انت من عصر ديناسورات وربما اكثر انا لا انتم مخطئون او من تلك التي كانت في العصر الحجري؟ اه تلك جدت 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 اه يكفي جدت جداتي اذا انتم سلالة الافواه المفتوحة ماذا؟ السؤال الرابع ما سبب كرهيكي لدارك؟ لانه سبب فضحي في كل شيء مضحتك كل ما في الامر انني اقول الحقيقة ولماذا تقول لهم انني شريرة؟ حتى لو قلت لهم انك طيب فلا احدى سيصدقوني لان شكلك يوحي انك شريرة ماذا؟ اووووو السؤال الخامس هل عندك صديقات؟ بالتأكيد عندي صديقتيني حلوتين شعشابونة وحلوفة ما هذه الاسماء المعاقع؟ هل هن جميلات؟ جميلات حلويات وطبيشات حلوفات وشعشابونات انظرك حلم واطمئن لن تحصل على فيسبوكهن الاسم لا يحب ذلك سأتصل بهن يوم ما وتصبح تعرفهن حقا؟ نعم نريد رؤيتهم يا دارك عسنا الموافق يوما ما إن شاء الله السؤال السادس هل يمكن أن تكون فضائية؟ كشفني كيف كشفني وأنا خططت لكي ليكشفني أحد الظاهر أنه ابن عمة المحقق كونان هاي 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 توقفي توقفي ماذا؟ ماذا تقولين أنت مقلدة فشلة مقلدة؟ تابع لك أنت تقلدين يا دارك هل أنت سمع بإبني خالة المحقق كونان؟ لا 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 الأصلية لي يا سارقة يا حرامية تزرقينني أمام المتابعين أهجوم عليها لقد نفهوا لعيوني أين أنت أيها الكلب المسعور؟ قادم قادم يا زوجتي وأميرتي وحلوتي و دبا لك إخرس الآن تأتي بعدما شبعت ضربا أين كنت؟ من تجرأ على ضرب زوجتي وأميرتي وحلوتي و نحن تجرأنا ماذا تريد؟ يا زوجتي لم أنتهي من غسل الصحون إلى اللقاء ماذا؟ أوه مسكين خادم المطيع أوه مسكين خادم المطيع تبلكم السؤال السابع الأستاذة شريرة تتكلم الإنجليزية؟ أوه نعم بالطبع أستطيع أن أتكلم الإنجليزية ماذا تتكلم عن أطفالي؟ ماذا تتكلم عن أطفالي؟ ماذا؟ لحظة يا تاركو أنا طمعة لا لست كذلك أنا أمزح معك السؤال الحديع عشر لماذا تعذب هنا زوجتي؟ ومن قال لك ذلك نحن نحب بعضنا تفاهم؟ تعذبني؟ من قال تعذبني؟ هي لا تعذبني فقط أنظف الإستبل الذي أعيش فيه إستبل؟ نعم تعيش في إستبل؟ دعك منها إذهب يا زوجي إذهب دعيني أكمل بعدها أخسر الأطباق وعشر الملابس وأدخل غرفة المظلمة قلت لك يكفي إذهب أنا ذهيبا دعيني يكمل أبدا إن مزاحه ثقيل ماذا تخفي الأستاذة الشريرة في تلك الغرفة المظلمة؟ السؤال الثاني عشر كيف هو مذاق القهوة؟ دعني عشرب بنتها غايلة السؤال الثالث عشر لماذا عيتها الأستاذة الشريرة تتزوجين الرجال ثم تأكلهم؟ ماذا تقول؟ احترم نفسك قلت لك اذهب هل تسمعني؟ كيف يقول لك تتزوجين الرجال؟ أنت زوجتي وأميرتي وحلوتي و... أوه يا زوجي لك من رومانسي بالطبع يا زوجتي لحظة أعيد قراءة السؤال يا دارك لماذا أيتها الأستاذة الشريرة؟ تتزوجين الرجال ثم تأكلهم آه تأكلهم؟ هل تنوين أكل يا زوجتي؟ بالطبع لا بالتأكيد لأنك تحبينني صحيح نعم أحبك يا زوجي العزيز والآن اذهب سنتثه فيما بعد حاضر حاضر المسكن زوجها لا يعرف أي شيء داركو ما هذه الأسئلة؟ ألم أدفع لك؟ ماذا دفعت لي؟ هل تسمعون؟ إنها تقول أنها دفعت توقف توقف خالص افعل ما شئت أنهي الحلقة بليز أنهيها سأنهيها بهذا السؤال شو اسمك؟ داركو أنهي الحلقة الآن أجيبي نحن بانتظارك أبدا لن أقول اسم حقيقي هيا أستاذة الجميلة ما هو اسمك؟ مستحيل حقا تعالي أخبرك شيئا وهمست في أذنها ماذا؟ ماذا؟ كيف؟ كيف تعرف؟ ومنذ متى؟ منذ قديم الزمان في ذلك المكان داركو أنت في خطر جنيت على نفسك إنه مجرد اسم أبدا ليس مجرد اسم ماذا تقولون؟ أخبرونا داركو إياك لا تدري ما الذي قد يحدث أمر خطير أنهي المقطع الآن انتظر لحظة أنهيه الآن يا داركو لكن مستحيل أنهيه الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر